موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ها هي وكما جئتموها بيضار بلا سوادة انها بليكراين قيل عنها انها منارة العلم والعلماء ويحكى عنها انها دواء لكل دام كانت تلك الفاتنا قصدها الشعراء والثنانين والثنانون في شعرهم نستمع الآن لفقرة فنية اخرى مصاحبة لهذا اليوم وهذا الاحتفال الصباحي الكبير للفنان عبدالباصط القطعاني يتغنى بهذه الثورة المباركة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رجع ابن ليبيا وابن مدينة البيضاء يقبض عليه من قبل سادة الظلام سادة 69 قبض عليه وامدع السجن ويوم محاكمته قال كلمة حفظها من عاشوا وشهدوا تلك المرحلة قال كلمة حفظها لنا وتركها لنا اليوم نحن جدنا لنقولها للعالم بأسنه عندما كان في المحاكمة سأله سجنون ما علاقتك بالنظام البعيد النظام الخالد نظام الملك الاسم رحمه الله الملك وأسرته قال لهم أتدرون ما فكان جوابه أتتوقعون ماذا كان هذا الرجل ليقول عن علاقته بنظام قد حل قد ترك مكانه أتدرون ماذا كان جواب ابن مدينة البيضاء قال لهم أنها علاقة ودية حبية تاريخية تربط أجداد بأجداده أستاذ الأفرام اليوم نترحم على هذا الرجل الرائح ليته حضر معنا هذه الأحضات ليته كان معنا ولكن كلماته وقلبه وروحه وحبه لنيبيا باقية ما بقيت هذه الحياة إذن نستمع لمنطور أعيان عموم منطقة الجبل الأخضر الدكتور إدريس صديف النحي تحي قل بسم الله الرحمن الرحيم أيها أيها الحق الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بن علينا بنعمه وأعقانا بجوده وكرمه وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها والحمد لله الذي مد في أعمارها وعقانا في بلادنا حتى بلغنا هذا اليوم العقري في التاريخ وصلى الله وسلم وبرك على محمد رسول وخيرته من خلقه بعثه رحمة للعالمين لينجر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ونسألك اللهم أن تستغر الرحمة الشاملة والمغفرة التامة على أرواح تلك الأزهار الطاهرة الفواحة من شهدائنا الأبرار وأن تمن بالصبر والاحتساب على حرائر البلاد أمهات الشهداء الراحلين وأن تجود بالأمن والأمان والسعادة والطبئنان على ربوع هذا الوطن العزيز أيها السيدات والسادة حين معي هذا اليوم المشرق العظيم يوم ستذكره أجيال للقادمة بكل فخر واعتزاج فهو لا يقل عن يوم تسعة أغسطس يوم جيشنا الباسم الذي ساهم في تحرير البلاد ولا يقل عن يوم أربع عشر ديسمبر يوم إعلال استقلالنا العظيم وكيف لا وقد التأم اليوم في مدينتنا هذه تلك الباقة من خيرة رجاء للوطن وسيداته الطيبان أصحاب الأفتار النظيفة والوطنية الفائقة والخبرات المتمرسة والعقلية الفانونية فمرحباً بضيوفنا الكرام مرحباً بالثوار الأحرار وأحفاد المجاهدين الأقيار مرحباً بالوجوه النيرة والعقول الخيرة إحنا هالك يا البيضة إحنا هالك يا البيضة وبيضميانا ويا مرحباً بالضيف هاللي جاءنا لا شك عندنا أيها السادة أن وطنيتكم وحدها هي التي حركت بسيرتكم إلينا فجئتم تشاركوننا شرف هذا اليوم العظيم هذا يوم خالد في حياة مدينتنا بل حياة أمتنا كلها عند هذه اللحظة تتوقف عقارب الزمان لتدشن مرحلة جديدة في حياة شعبنا المجاهد الصبور هذا اليوم سيعيد لشعبنا هويته الوطنية بعد أن طمست تحت غبار المهاترات الفارغة والمعارف الوهبية المصطنعة ويؤسس لحياة ديمقراطية حرة تقوم على خواعد من العدل والمساواة وإمناً منا بكل هذه القيم فإن مدينتنا تخرج اليوم عن بكرة أبيها وبكل تركيباتها ترتدي أجمل حلتها لتستقبل خيرة رجال الوطن ونسائه تفرش طريقكم بورود والأزهار وباقات الحب والرياحين ترحب بكم تحت هذه القبة نرحب بكم تحت هذه القبة التي ظلت على مدى أربعين عاماً كاملة مثلاً حياً شامخاً يمثل الشرعية المرتصبة والأمل المرجل ويأبى الله ويأبى الله اليوم إلا أن ينصفها ويعيد لها اعتبارها وحيا الله أبطال هذه الثورة الذين قال فيهم الشاعر يوم الثورة يوم سبعتاش اثنين يوم خضورة اللي تيتلوا فيها أولاد سجورة جوها جرايت كل حد من جلها أصحاب العوايق خششت المكبورة جديمين في التاريخ يا جاهلها أيها السيدة والسادة أما مدية البيضاء هذه فأمرها والله عجب ومحاسنها تفوق العد ولو محتوا أحصي لكم فضائلها لا طال الزمن ومن ذا الذي يختصر التاريخ في كلمة ويختزن البحر في قطرة البيضاء أرض الجهاد منذ عصر الفتوح العولى والدليل قائم مشهود هو رفاق الصحابي الجليل رويف ابن ثابت الأنصاري والبيضاء بجبالها ومجيارها كانت قلب الجهاد الناظر ضد الغزاة الطليان ومنطلق مواكبه مواكب العزة والبطولة والكفاح والبيضاء صدرت فيها أول وثيقة بيعة من القبائل كافة للسيد إدريس السلوسي رحمه الله وفي البيضاء التأم أول برلمان الليبي في العصر الحديد والبيضاء أيضا تبوعت مكانة مشرفة مشرفة مربوقة في قيادة ثورة التكبير هذه فقد روية بفرائها روية أو أروى روى فراءها ذماع أول شهيدين من أبطارنا الشباب ورافها ففي سمائها عالم الاستقلال لأول مرة بعد عقود الأربعة بألوانه الضلاثة الزاهية ونجوته وهيانه يبعث الأمن ويعيد الحرية والحياة ومن البيضاء دوى شعار التكبير الله أكبر ومضى في الآفات يهز القلوب ويرهب الأعداء حتى بلغ سوريا اليوم كما تستعون وفي جو البيضاء عاد نشيدنا القومي تنطلق به حناجر الثوار والثائرات ثم تكون فيها أول مجلس المحلي غدا مثلا يُحكذا في الوطن طول وثوار الجبر الأخضر هم أول من تجاسروا فاقتحموا أسفر أول كتيبة من كتائب النظام يستخدموا سلاحها في دك العدو وحصونه وإسقاطه وختاما فالبيضاء أول مدينة تحرر ويتغطط فيها الأمن والسلام وعسى أن تكون أول مدينة ينادى فيها بعودة الشرعية وروح الدين مقراطية أما كلمة للسادة لجنة صياغة الدستور فإنني أقول إن بلادنا اليوم على مفترق الطور وهذا يوم له ما بعده فإما حياة نسماتة بعدها وإما ممات لعمري لم يقصد مماتي نحن جميعا في مواجهة التاريخ فإما أن نكون وإما أن لا نكون غير أنه بتوفيق من الله عز وجل وبجهودكم وصحة عزائبكم تتحقق بإذن الله أهدافنا ونطرع على صفحة الزمن عظمة تاريخنا فلتكن نظراتكم تتجاوز حدود الزمان والمكان وأعلموا أيها السادة أن كنتم التاريخ قد علموا أقلامهم بين أنامينهم ووضعوا صحائفهم بين إيجيهم وانتظروا ما تبلون عليهم من حسنات أو سيئات فانضعوا عليهم من أعمالكم ما يترض في نقوصهم مثل ذلك الأثر الذي تركت في نقوصهم تلك الصحائف المضاء التي سجلها التاريخ لأولئك الرجال العظام لقد تهيئ التاريخ اليوم لأنصفنا وإنتبه عن سيئاته نحونا ولكنه قد يتوقق عن مساعدتنا ساعة تختلفون أيها السادة فالتفدوا إلى معاناة شعبكم وآماله التي يعلقها عليكم فاتقوا الله فيه اتقوا الله في نماء الشهداء وفي الشيوخ والنساء إن شعبكم والعالم حولكم يبع يديه على قلبه إشفاقاً أن تتأخروا في إيجاز هذا العمل العظيم وأعلموا أن النسطور شيء مقدس رائع جميل وإنما يدال أداسته من طهارة الرجال الذين يخطونه ويصفون حروفه فقربنا معكم ومستقرنا رهب إخلاصكم ونهضة بلادنا متوقفة على نجاحكم ولسنا هنا نقترح عليكم شيئاً فأنتم في حل من كل اقتراح الأوضاء إلا ما تبنيه عليكم ضمائركم وما تدنكم عليه عقيداتكم ولكننا ولكننا نستحرفكم بالله الذي خلقكم وأنتم تؤمنون به وبمحمد الذي تحبونه وتقتلون به ثم بوطنكم الذي تأشون فيه وبتاريخ أجلالكم الذي تعتزون به وبأطفالكم الذين تتقلبوا وجههم في السماء ضمعاً في علم في أمن ينعمون به وعلم ينتفرون به وبحراريكم التي تتقطر قلوبهم حصرة على شهيد فقيد أو أسفاً على جريح قعيد نسألكم بذلك كل أن تنتهجوا هذه الفرطة الذهبية والصالحة التاريخية التي جمعتكم اليوم بينما جهاد آبائكم وتاريخ بلادكم ومصير شعبكم في مهب الريح إن هذا اليوم لهما بعد فلا تساقوا ولا تعاندوا واسبروا وصابروا ورابطوا وابتقوا الله لعلكم تفلحون وأعلموا أن حملة الصلاح قد عدوا واجبهم وأنهروا مهمتهم والآن جاء دور أصحاب العقوب وبنات الأوطان فهذا يغلق أيها الرجال والنساء باقية باقية كلمة أخيرة أيها السادة والسيدات لا شك أن لقاءكم هذا جاء تتويجا لتمنيات محبوبة ومشاورات طويلة ثم لقاءات مكثفة استمرت زمنا حتى توجت بهذا اليوم المبارك العظيم وأود باسم ليبيا العزيزة كلها ثم باسم الجبل الأخبر وأهل البيضاء أن أقدم جزيل الشكر وعاطر الثناء إلى هذه الباقة الرائعة من الرجال الأخيار والسيدات الفضليات الذين أوكلت إليهم مهمة التنظيم لهذا الحفل والرائع جميل فواصلوا الليلة بالنهار حتى بلغوا بنا هذه الساعة الخالدة وهذا العرس الوطني العزيز فحققوا بجدارة في متنفين ودللوا بحق على وطنيتهم فلهم من الله أحسن الجزاء ثم منا جميعا جزير الشكر والثناء وعاست ليبيا حرة مستقلة أبيا والسلام عليكم شكرا لدكتور إبنس قدير المندوب الأعيان والوجهة بمدينة البيضاء لإلقائه هذه أي كلمة الطيبة السيدات والسادة حضورنا كرام مدينة البيضاء العريقة ستكون مدينة داعمة وحريصة على استكمال المؤسسات التي من شأنها إرساء دعائم دولة ليبيا الجديدة التي طالما انتظرها الليبيون مدينة البيضاء مدينة الجهاد والنظال المدينة التي احتضنت أول برلمان لدولة ليبيا بعد الاستقلال المدينة التي سقط بها أول شهدين هذه الثورة المباركة المدينة التي شهدت تكوين أول مجلس محلي بعد الثورة والذي مبثق منه بكورة المجلس الوطاني الانتقالية المدينة التي شهدت انتخاب أول مجلس بلدية واختيار مدينة البيضاء لاستضافة الهيئة التأسيسية لسياغة مشروع الدستور أمر ليس بالهين وينبغي لذلك الوقوف الجاد والحريص حتى نصل للتوفيق والسداد والرؤية الحكيمة للأمور ووضع دستور يرضي كافة الشعب الليبي ليكون لبنة بناء دولة ليبيا الحبيبة ونطلب من الجميع أن يقف صفا واحدا لدعم هذه اللجنة وتوفير سبل الراحة لنجاحها وأداء عملها على أتم استعداد السيدات وسادة حضورنا الكرام يقول الشاعر يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل نير نمات ولم تمت رمى بعينيها تقاتل وحبوص كلة من القمح ستملأ الوادي سنابل وفي ذلك كناية على النضال وجهاد الشريف للوطن السيدات وسادة حضورنا الكرام نستمع الآن لكلمة مختصرة لعن مندوب الأعيان وعن مندوب شهداء وثورة السابع عشر من ثبراير السيد إبراهيم بزاما فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الكريم نرحب بضيوفنا الأعزاء في مدينة البيضاء ونؤكد لهم دائما أننا نرحب بهم في كل وقت وحين ويجب أيها الإخوة الأعزاء ونهيب بكل سكان مدينة البيضاء أن يرحبوا معي بالهيئة التأسيسية لوضع الدستور وحتى لا أطيل عليكم أيها الإخوة فإنني أذكر هذه الهيئة التأسيسية لوضع الدستور بما حملني به آباء الشهداء آباء وأمهات وإخوة وأخوات الشهداء كل أسر الشهداء في مدينة البيضاء وفي ليبيا كافة حملونني أو يحملونني برسالة أنقلها إلى الهيئة التأسيسية للدستور ويحددون طلبا واحدا من هذه الهيئة وهو إنجاز الدستور وتقديمه لخدمة الوطن في أقرب فرصة ممكنة فنحن أمام ظروف عصيبة وأيام تعج بالمخاطر وإذا وصلنا معا إلى وضع الدستور فتأكدوا بإذن الله إننا حققنا النجاح إنه يوم عظيم في مدينة البيضاء النقطة الثانية التي أذكر بها الهيئة التأسيسية لوضع الدستور إنهم معنا هنا في مدينة البيضاء وهذا بعد تاريخي يؤكد ويحمل هذه الأيئة مسؤولية إعادة التاريخ إلى نصابه إعادة التاريخ إلى الأمجاد الماضية فقد كان هذا فقد كان هذا المكان يعش في سنين مضت بأول بالبرلمان وبأعضاء البرلمان وبالحوار الديمقراطي وبالحوار المبني على الشرعية وعلى الدستور فنريد من كل الهيئة أن تعيد تلك الأمجاد الغابرة أيضاً لا يفوتني أيها الإخوة أن أؤكد للهيئة التأسيسية بأنهم في مدينة البيضاء هم أمانة في رقابنا ونؤكد لهم دائماً أن البيضاء أمانة هي آمنة بفعل هي آمنة بفعل أبنائها ورجالها وهي آمنة أيضاً بأسرار أخرى لا نشعر لا نحسها مادياً ولكنها تتحقق معنوياً فمن هذه المدينة انطلقت شرارة الثورة أو كانت إحدى شرارات هذه الثورة حتى لا أثير هذا الآخرين ولكن وأيضاً نتأكد اليوم بأن البيضاء هي الشرارة في بناء الدولة فنحن نعكد إننا نريد من هذه الهيئة التأسيسية أن تحقق هذه المهمة الكبيرة وهي نقل الثورة أو نقل هذا الحراق من الثورة إلى الدولة ونتمنى لهم الإقامة السعيدة ونعكد لهم إن أي مس بعحدهم أو أي كلام يصل من هنا أو هناك لأي شخص عليهم أن يتجهوا لنا فصدورنا مفتوعة ولدينا لجنة متابعة وهم في عيوننا إلى يوم أن تنتهي هذه المهمة الصعبة نتمنى له التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة لقد عاد الصباح وكم مرت بنفوسنا وخلجات نفوسنا مرت به لحظات يمس لم نتخيل أو نتصور أن الصباح سيكون بهذه الإشراق إنه صباح ربيع صباح رائع صباح يعيدنا بالسخد والسمو والرفع هذا الصباح بدد دماعهم معالم اليأس واليونيسان معالم هذا الصباح هو صباح ليبيا عمر المختار ليبيا الآداء المؤسسين لدستور 51-900-1000 أستاذ الكرام فلنستمع الآن لعمل البلدين شحات هذه الكلمة يوضيها لحضرتكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعضاء أعضاء الهيئة التأسيسية لسياغة الدستور الليبي وأرحب بالأخوة الحضور حكماء وأعيان ومسؤولين وضيوف حضروا هذا الافتتاح العظيم المشرف في تاريخ ليبيا بمبنى البرلمان بالبيضاء بالجبل الأخضر الإخوة أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور الليبي الذي يكفل كل الحقوق والواجبات للشعب الليبي المناضر المجاهد الأبي والذي جاهد بالنفس والمال والدم في سبيل تحرير ليبيا والذي جاهد بالنفس والمال والدم في سبيل تحرير ليبيا العظيمة التي قاس شعبها ويلات الحرب والظلم والاستعمار والقهر ولكن الشعب الليبي الأبي قام بثورة السابع عشر من فبراير العظيمة والكبيرة التي أذهلت العالم والتي خاض فيها الشعب معارك حامية وشديدة وشجاعة نادرة لتحرير ليبيا ضد لتحرير ليبيا والخضايا على الطغاة والظالمين والحاقدين الذين كانوا ضد حرية الإنسان وكرامته وبفضل الثوار الذين خاضوا معارك التحرير بكل شجاعة نادرة وباتحاد الثوار والتعاون والتماسك وباتحاد الثوار والتعاون والتماسك الذي كان سببا في تحرير ليبيا وانتصار فورة السابع عشر من فبراير المجيدة وبهذه المناسبة السعيدة الفريدة في تاريخ ليبيا فإننا نرحب بكم في مدينة البيضاء المجاهدة وفي منطقة الجبل الأخضر الأشم الذي كان مصرحا للجهاد الليبي ضد الاستعمار الإيطالي بقيادة شيخ المجاهدين عمر المختار ورفاقه الأبرار المجاهدين من أدحاء ليبيا الأمة برجالها الشرفاء وأعلامها الذين يصنعون ويرسمون الطريق أمام مستقبل أجيالها هم عيونها التي تغيئ بالانقفاء وهم قلبها وحركتها الدائبة ومشاعرها على طول الدروب الموحشة لا قيمة لأمة ولا وطن بلا شرفاء ينهضون بالرسالة ويتقدمون الصفوفة ويدركون عن وعي معاني العطاء والتضحية في سبيل تلك الرسالة في الختام يتمنى يتمنى لكم سكان الجبل الأخضر عقامة طيبة متمنين لكم التوفيق والتعاون حتى تقوموا بواجبكم الكبير العظيم لوضع القانون والدستور الليبي الذي يضمن حقوق وواجبات الليبيين لتكون ليبيا الحرة في أمن وسلام وتقدم حفظ الله الجبل الأخضر من كل سوء وحفظ الله ليبيا من كل مقروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيدات والسادة حضورنا كرام إنه لشرق لكل لبي أن يبتسم لهذا اليوم فقد ثأرت الثورة لشهدائها الأبرار وأعلنت أن الوطن سيرتفع بالجميع من شماله وجلوبه وتكوينات وشرقه وغربه وتكويناته ولغاته حتى تتحقق مبادئ المسوات والمواطنة واحترام الحقوق بين الجميع السيدات والسادة حينما نتذكر الأباء المؤسسين لهذا البرلمان في هذه المدينة تحل قلوبنا لتلك الأيام السابقة ومن محاسم الصدف أن يكون الأباء المؤسسين للدستور الجديد للبلاد سيكتبونه أيضا من هنا من مدينة البيضاء بقيادة رشيدة ورؤية حكيمة نجد جميعا على أينها أما الآن حضورنا الكرامة الكلمة لمن دومة المرأة في ثورة السابع عشر من فبراير تلقيها السيدة فاطمة محمد أحمد العكرمي أخت الشهدين وابنة العضو رقم ستين لدستور لدستور ألف وتسعية واحد وخمسين فلسف غضة مشكورة وقفة من فبراير السبب وقفة 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 بقيادة من فبراير وقفة وقفة كلمة كريادة والسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من عارين عمر المفتار نرحب بالسادة في ضيوف الكرام وها نحن حرائر ليبيا نشارك في بناءها كما نشارك في تحريرها أيها السادة والسيدات المرأة هي من نادت وشجعت ووقفت في بدايات هذه الثورة المباركة وقفت بعلم الاستقلال الذي كان منذ سنوات يختبئ في زوايا البيوت وأرفف الخزائم قالت لا تخافوا أقدموا فأنتم لها نحن من ساند وساعد فوارنا الأبطال الأشاوس حين كان الهم الأكبر إزالت ذلك الدكتاتور والآن كلنا أمل بل أحرار على إكمال المسيرة والوقوف بكل قوتنا إلى جانب إخوتنا وأبائنا من الرجال من أجل مستقبل مشرف لأطفال ليبيا من أجل دولة المؤسسات والقانون دولة الحرية والكرامة ونحن خريصات على دعم المرأة والدفع بها لتنال شرف بناء ليبيا وعمارها دون خوف أو خجل كلمة الأخيرة لعضوات لجنة الستين فانتكن أيديك الممددة إلى كل نساء ليبيا من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال فنحن نساء ليبيا نستحلفكم بالله العظيم أن تكن اليد الكاتبة لكافة حقوق المرأة والنظر بعين الاعتبار لأسر الشهداء والمفقودين وعاشت ليبيا حر أبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تصحيح الاسم فاطمة محمد أحمد البجنول العكري غنت صدور الصبح للبيضاء وتمايل الريحان فوق الماء روض خيالي الجمال كأنه قمر على مرجانة خضراء فهي العروس لمن يريد جميلة وهي الإباء والفخر للكرماء ومدينة الثلج التي في حظها تتبسر النسمات كل وسائل وحديقة السحر التي من سحرها تتنهد الجوزك في العليان ومدينة الوزراء من أبنائها عبد الجليل بوجه الوضاء أستاذ الخير عاموة أستساة المجتمع المادة فيه لديهم كلمة ليردون أن يصبروها لحضراتكم يلقيها الأستاذ فرج عبد العاطفة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخوتي أخواتي بسم مؤسسات المجتمع المدني بالجبل الأخضر أترحم أولا على شهدائنا الأبرار الذين سقطوا في مواجهة الطاهية بعد أن أرسوا بدماءهم السكية الطاهرة حدا فاصلا بين ليبيا الرسالة وليبيا الطغيان والذين أثبتوا إن كنا نساء الأرض يلدنا الأطفال فإن النساء في ليبيا يلدنا الأببال أخوتي أخواتي يطيب لي بسم كل مؤسسات المجتمع المدني بالجبل الأخضر أن نرحب بضيوفنا ضيوف مدينة البيضاء الأعزاء من نخبة لجنة سياغة التستور وأعضاء وأفراد الهيئات السياسية والمنظمات المحلية والدولية والأخوة الإعلاميين وأعيان وحكماء ورعساء وأعضاء المجالس البلدية ولكل الجمع الكريم أخوتي أخواتي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا وبلادنا في مفترق الطريق للعبور من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة كل التمني على رجالات لجنة سياغة الدستور أن يخرجوا علينا بدستور رائع كروعة يومنا هذا بدستور يسع الجميع تكون فيه ليبيا دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم على أساس المواطنة والتعددية ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة تكون السيادة فيها للشعب يمارس فيها السلطة عبر انتخابات حرة وشفافة بما يكفل التبادل السلمي للسلطة مع الفصل مع الفصل بين السلطات واحترام التنوع الثقافي واللغوي والتراث المشترك للمجتمع الليبي كما أننا نحن كمؤسسات مجتمع مدني نأمل آتي واحد أن تنظر النجلة التأسيسية بعين الاحتفال لدستور الآباء والأجداد لعام 1951 المعدل في عام 1963 اثنين عدم التتفقل في الشؤون هذه اللجلة التأسيسية من أي طرف يعني التملي كل التمني أنه حد ما يدخلش في شؤون اللجلة التأسيسية لسياقة الدستور تلات المحافظة على أمن وسلام كل أعباء هيئة سياقة الدستور وهذه تعتقد أنها مش أفراد الأمن لاتكفلوا بها بس اتكفلوا بها كله عرب البيضة إن شاء الله أخوتي أخواتي نسأل الله أن تكون مدينة البيضاء وكما عوذتنا دائما على مستوثقة والحدث ويوبق أهلها في خلق المناط الآمن والمريح لإخوتنا في لجنة صياغة الدستور حتى ننعى الجميعا وفي أسرع زمن بدستور يؤهلنا بالتقوم إلى دولة إلى الدولة متراسفين ومتوافقين ليبييين وليبييين على قدم وقند واحد شكرا لتواجدكم وشكرا لحسب استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك باقة هناك باقة من الصور تقدمهم قسات المجتمع المدني بشكل الأخضر من الأخوة في لجنة صياغة الدستور فليتفضل أو تفضلوا أخوة في لجنة أخوة المجتمع المدني حد من لجنة صياغة الدستور في لجنة صياغة الدستور هذه كعبوة محبة وتعاون من مؤسسات المجتمع البادني بالجابة الأخضر مع لجنة صيان الدستور ونقول لكم ونأجبكم نحن في الخدمة في أي شيء تروا وفي أي شيء تطلبهم من مؤسسات المجتمع المدني فنحن متواجدين ونحن في الخدمة دائما بالنسبة لجنة صيان الدستور السيدة والسادة حضورنا كرار أصحاب المعالي يطيب لنا اليوم ونحن أمام استحقاق ستتحول ليبيا به إلى وطن وطن كان في أحقابه ماضيا مغتصبا ضاعت فيه ثرواته واختفت ملامحه وبسماته اليوم سنبدد الظلم وسنشرق مستقبلا للليبيين أجمعين أننا نقف أمام حاضر ومشرق بخطوات ثابتة وواثقة نستمع الآن إلى كلمة مختصرة للمجلس المحني الساحن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرصدين المبعوث رحمة للعالمين الراعي الحق والهادي للصراط المستقيم الحكمة والموعظة الحزنة والليم وبعد أيها السيدات والسادة ديوف جبل الأباء والشموخ جبل النضال ومعقل المجاهدين الأبرار مرحبا بكم في مدينتكم البيضاء مدينة الشرارة أبناء وضني الأعزاء يا من عاقدنا عليكم الأمان وعملناكم الأمانة التي أبت أن تحملها الأرض والسماء وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أشبه الليلة بالبارحة إنه تاريخ يعيد نفسه بالأمس عندما استطاع هذا الشعب أن ينتزع أن ينتزع استقلاله وينال حريةه كان هذا الشعب المناظم أمام امتحان تاريخي لا يتجاوزه إلا شعب عريق في تاريخه راسقه في قيمه متينا في نسيزه الاجتماعي قويا في عقيدته كيف سيتصرف الليبيون كيف يمنون الليبيين دولتهم وهي التجربة الأولى التي يخوذها عبر تاريخه الطويل من أين يبدأون فكانت البداية الطبيعية هي وضع الدستور ولم يفكروا في شيء آخر إنهم في حاجة إلى عقد ينظم حياتهم ويحدد حقوقهم وواجباتهم فوضع الدستور الذي هو مرجعية لكل القوانين التي تنظم حيات أفرادهم المجتمع وتنصون كلمتهم وتحقق ريادهم وتحقق أمنهم وسلامتهم عملاي الجرشان صنعوا مجزا وقلوا قلدا في ظروف غاية الصعوبة تغلبوا على تلك الظروف بعزمتهم ووضنيتهم وحرصهم على تتويج نظار الأجداد والأباء ودماع الشهداء مما انقضوا في المحتقلات وساعات الوغى بما تستحق تلك التضحيات وهو بناء الدولة الليبية الحبيبة على كامل التراب الليبي ولكل الليبيين إن أولئك الرجال الأفذان تركوا لنا أثرا طيبا في القيم ووضعوا أساسا لبناء الدولة لا تخطأه عين ولا يتجاوزه عاقل أيها السادة أعضاء اللجنة الدستورية إن الرسالة التي تحملوها اليوم وفي ظروف الأقل ما يقال فيها أنها تختار من حيث الرسيد المعرفي وقيم وحقوق الإنسان وهي محاطة كذلك بتعدد المشارب والمعارب إلا أن ذلك لن يثنيكم عن أداء هذه المهمة الوطنية التي حظيتم بشرف تنفيذها وبالختام فإنه يسعدني باسمي وباسم جماعي البلدية الساحل أن تراحب بكم مرة أخرى وثمنى لكم وثمنى لكم التوفيق والنجاح ولا يفوتني كذلك أن أؤكد لكم على بطل كل ما في وزينا لتوفير كافة الظروف التي من شأن ساعدكم على أداء مهمتكم حلتكم أهلاً ونزلتكم سهلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم وشكراً لكم على الفقر لديه أبيض رائعاً لديه يقول فيها بعمل ليبياً person والمحبة والهنى صورة احتداء من عزب عند الناس أستاذ الأفاغل لمدينة المارج حضوره المميز معنا هذا اليوم فليتفضل أستاذ يؤدي هذه الكلمة عن مدينة المارج بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بادي أمري بدي نقدم الشكر والاختزاز لأهل مدينة البيضاء بكامل تركباتها الاجتماعية لاستضافة هذا اللقاء الطيب المبارك هذا اللقاء الذي نحتبره الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لبناء الدولة الديمقراطية الليبية فنخدم لهم الشكر على تحمل هذه المشاق وتوفير الإمكانيات للهيئة التأسيسية لكي تقوم بواجبها على الواجه الأكمل من معدات مواصلات ومن إقامة طيبة إن شاء الله ومن توفير الأمن اللي يمكنهم من أداء عملك على الواجه المفتور فشكلين لأهل البيضاء هذا العمل الطيب المبارك أما ما يقص الهيئة التأسيسية فأرجو لها التوفيق لأننا نحن ننتظر هذه الهيئة بفارق الصبر أنتو كلكم تعلمون أن ليبيا بمهب الرئيس لا نعرف من يحكم ليبيا ولا نعرف أين متجه ليبيا ولا نعرف أمث تقام الدولة الدكتراطية اللي بيحلم بها المواقن العادي المواقن البسيط في ليبيا فأرجو من هذه الهيئة أن تكون دماء الشهداء أن تكون أرواح الشهداء ودماء الجرحة ونظرة الأطفال ليبيا الأبرياء وأمل المواقن الليبي العادي أن تكون أمانة في رقابهم ويراع هذه الأمانة وأن تكون هذه الأمانة نصب عينيه وأن تكون الجندة التي تشغل بها هذه الأمانة الجندة ليبيا صرفا من أجل مصلحة ليبيا فبارك الله في الجميع آملين لهم التوفيق في هذه المهمة وأن يختصروا الوقت بقدر الإمكان لأن عندنا تم البرنامج بكرة أفضل من بعد بكرة وخلال شهر أفضل من شهريت فأرجو لهم التوفيق وأرجو أن تكون الوطنية هي المقياس اللي بيقوسوا عليه أعمالهم فأرجو لهم التوفيق ورحمة الله وقفكم السلام عليكم أسادة وسيدات الحضور الكرام نستمع الآن أيضا لكلمة مختصرة لمدينة القبة وما جوارها الممثلين عن مدينة القبة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتب الأنبياء والمرسلين في هذه اللحظات التاريخية وهذه الأوقات العصيبة التي تمر بها بلاده أننا على ثقة وعلى يومه بأنه في وسع شعبنا المكافح الصبور أن يبالس بجراحة وأن ينهض من وغنته وأن يبني دولته الممشودة بإذن الله رب العالمين أن أمل البلاد على رقي شبابها وأمل البلاد على أن تحافظ على إرثها العظيم الذي تركه لنا بنات ليبيا الذين عقابوا الدولة والذين صانوها وجاهلوا بسبيل حماية أرضها والذين انتزعوا استبلالها والذين كتبوا دستورها أننا نترحم على أولئك الرجال الذين ماتوا وهم مكافحون على حدود الدولة وأننا نترحم على أولئك الشباب الذين انتزعوا استبلال ليبيا والذين كتبوا دستور 1991 أننا نترحم على تلك الأرواح النبيلة التي ليس لها طبع في منصب ولا مكسب إلا الحفاظ على ليبيا وعلى حدودها واليوم تتقذفنا الأنواج اليوم تتقذف سبيلتنا الأنواج وتتكالب علينا الأمم والعصابات والأيدلوجيات الفاسدة والاستخبارات الدولية ونحن نعاري في هذه اللوقات العصيبة كان الغريب يتعلق بالقشر ليس لأعمل إلا في الله سبحانه وتعالى وفي شجاعة وإيمان المخلصين من أبناء هذه الأمة لذين نتمنى لهم النجاح والتوفير ونتمنى أن لا ينسوا دماء الشهداء وآلام الجرحة وحرقت قلوب الأمهات أمهات الشهداء وآباع الشهداء وحرقت قلوب اليتامة ودموعهم أن لا ينسوا ذلك الانسر العظيم الذي تركه الأجداد لدستور 51 وكفاحهم عن الغريب أن لا ينسوا ألام المعتقلين في بيسنس وفي البكارة وفي البريغ والمقروم والعقيلة تلك الألام الشديدة وتلك النفوس الطيبة التي زهقت في رمال البريغة والعقيلة لا ننسى نعتقلين في منيانا الذين طوحت بهم عوادد دهر في الجسر المجهولة البعيدة وماتوا هناك لا ننسى شهداء مسلين ولا ننسى الذين ماتوا في أسقاع حدود هذه الأرض الطيبة لا ننسى الدماء الشهداء ولا ننسى أرث الأجداد الذي تركوه لنا في الدستور 51 سيكون لنا هو والقرآن الكريم نبراس في إعداد الدستور الجديد ونتمنى لليبيا القورة ونتمنى لها النهوض وحفظ الله ليبيا ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة القرآن حفلتنا شرفت على الانتهاء ولكن ما زال في جمعاتنا ودائما المسك والفتام يكونوا بأحلى الكلام أسد فيها يقول الشاعر فرج أبو الحوت عن مدينة البيضاء أشبالها عند منشون رؤوسهم وشهودها أمن على الجوزاء تيه على وجه زمان أمية كالحسن ممنوع من الأعدال قلبي لها وبها يفاخر للمدى وبحبها أجد مع الشعراء يا من تريدون الجنان فأقبلوا وتسابقوا فنحصلوا في البيضاء رئيس دماغ المشروع التأسيسية لسياغة الدستور الأستاذ عبدالله السيفان كلمته الأخيرة يلطيها على حضرتكم بعدها سنستقبل السبب الخاص أعضاء لجنة السبب سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق يا أجمعين الحمد لله ناصر الحق بالحق الحمد لله الذي مد في أجالنا إلى هذا اليوم العظيم سادة الحضورة سيدات سيدات وسادة أعضاء الهيئة السيئة أصالة عن نفسي وأعضاء العامل في الديوان أقدم لكم كامل التقدير والثناء التقدير والثناء عن ما وصلني منكم وكان مؤازرا لي وداعما لي في عملي وهذه رسالة لابد أن تصل إلى ليبيا كافة وإلى سكان الجبل الأخضر أن هؤلاء السيدات والسادة أصروا قبل انطلاق أعمالهم للجنسة الرسمية أبوا إلا أن يغتقوا بسكان الجبل الأخضر أولا قبل كل شيء وقبل أن تبتدئ المراسم افتتاح أعمال هيئتهم إن دلوا عن شيء إنما يدل على آصالتها أولاء من الرجال والنساء أعضاها هذه الهيئة أيضا يدل بلالة واضحة على مدى ارتباطهم بالقاعدة الشعبية قاعدة الناكبة التي أوصلت عن طريق صناديق الابتراع سيدات والسادة أعضاء الجبل الأخضر هذا الركن المهم في وطننا الغالي سيدات والسادة علينا عبء كثير ودين في أعناقنا لشهداء هذا الوطن وأيضا من لمس وفاءه لجرحا نسأل الله أن يميننا عليه بالشفاء ودعوات صادقة أن يعود مغيبيه إلى أحضانه أيها السيدات والسادة لا أود أن يشعر أعضاء الهيئة التأسية والأخوات ألوات الهيئة التأسية المحترمات أنهم ضيوف في هذه المنطقة وفي هذه المدينة بل هم أهلها كرامنا عزاء لهم لنا وعليهم علينا وسيكون عيوننا وقلوبنا حاضنات لهم سنكون بإذن الله موفرين للمناخ الملائم ليمكنوا من أداء نهامهم بثلاسة ويصف لا نريد أن يشعروا بأي نوع من الشعور الذي يضفى على الضيوف إنهم غيث ضيوف إنهم أبناء هذا الوطن العزيز إنهم أمام مهمة تاريخية نتمنى من الله العلي القدير أن يوصقوا فيها وأن يمكنوا من تأديث مهمة في الآجال المحددة خكاماً أتقدم بالشكر الجزيد لكل مكونات اجتماعية في منطقة الجبل الأخضر التي آزرت هذا الحدث وهذا العمل أيضاً أتقدم بكامل التقدير والشغل لكافة الأشهزة الأمنية وكافة التشكيلات العسكرية التي وضعت نصبع يومها أمن وحماية هذه المنطقة وحماية من سيوكل إليهم أعمال الهيئة التاسيسية ختاماً طاب مقامكم في مدينتنا ونتمنى من الله العلي القدير أن تكلّل أعمالك بالتوفيق والسداد والسلام عليكم والحمد أستاذ الأفاضر البيضاء ترحب قذل فيها الكرامة البيضاء ارتأت هذا اليوم أن يكون بعيداً عن أجواء حكومية والأجواء الرسمية ارتأتهم جرهيرياً شعبياً هذه البيضاء دائماً تأتي بعفوياتها لا تحب أن تعنى بعنوان خاص أو تحددها بتاريخ معين أعضاء حيئة لجنة الستين سنتشاهد بهم قبل ذلك أستاذ الأفاضر العفان قبل أن سيستعد أعضاء لجنة الستين للصبابين بالبرود هناك كلمة خاصة لأحد الأشخاص الضيوف نتحدث عن العفوية وهذه الأجهة ثلاثة نتمنى بخصانها بسم الله الرحمن الرحيم أولاً شكر لكل الجبل الأخضر وهذا المكان المفعم الذي يعطق بالتاريخ وهو مفعم بالذكريات استفزني أن أذكركم بكلمة كلمة قيلت مبكرة في غير أوانها وها قد جاء وقتها من كان يصدق يا أخواني من بعض الموحات وطني يتحرر برجالة والطابق إن شاء وشكراً شكراً 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 شكرا للمشاهدة 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 المترجم للقناة 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 ترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة